أو السير فيها أمام المحكمة العامة ورفع الدعوة الجزائية أمام المحكمة العامة ولذلك الدعوة تنقسم إلى ثلاثة أقسام الدعوة الجزائية العامة وهي التي تجتمل على حق عام أو حق عام وخاص إيش الفرق بين حق عام وحق عام وخاص حق العام يعني نظام الدولة نعم أما الحق الخاص يكون حق بيني وبين طرف آخر حق عام ليس في حق للفرد نعم خاص للمجتمع عوما إذا حق عام وخاص هي جناية على الفرد لكنها أيضا جناية على من؟ المجتمع على المجتمع فأصبح فيها جاء حق خاص وحق وحق عام الثاني الدعوة الجزائية الخاصة دعوة جزائية خاصة متعلقة بالفرد مثل ماذا؟ مثل قضايا السب والشتم الآن الآن أصبحت هذه الدعوة تصنف بأنها دعوة جزائية خاصة ما فيها حق عام ولذلك الذي يتقدم الآن في قضايا السب والشتم خصوصا كثرت فيها الأيام هذه وأصبحت الناس صدورهم ضيقة وماتت صدورهم لأي سب ولا شتم أصبحوا يتوجهوا مباشرة إلى النيابة النيابة تحفظ الدعوة يعني موجود جانب عام ثم تطلب منهم تقدم مباشرة إلى إذا رغبوا في ذلك فيتقدم مباشرة المحكمة الجزائية لأن ما فيها إلا حق حق خاص أصبحت ما فيها إلا حق خاص أصبحت ما فيها إلا حق خاص وقد تكون أيضا الدعوة حقوقية وهي الدعوة المدنية كما ذكرت المجتملة على حق خاص ويكون فيها يعني الحق الخاص الآن من وقع عليه ضرر في ما يتعلق بالفرد إما طلبه إما يكون طلب جزائي أو طلب مدني أو طلب تعويض فإن كان التعويض فسيكون أمام تقام هذه الدعوة أمام المحكمة العامة وإن كان جزائي يطلب عقوبة سجن أو الآن ما فيه إلا سجن حتى الجلد الآن منع إلا في الحجود فأصبح يتقدم مباشرة إلى المحكمة الجزائية لإقاع لكن هل يجوز لأن يطلب التعويض وجزاء وحق جزائي؟ لا المحكمة تحكم لا حتى لو طلب ما يحق له طلب حق واحد الطائل القاضي يطلب منه إما أن يطلب حق السلام عليكم إما أن يطلب عقوبة جزائية أو يطلب عقوبة أو يطلب تعويض عما أصابه من ضرار طيب دكتور إذا فيه أمثلة أو قضايا أو قصص ممكن ترويها سيمر معنا بدن الله عز وجل الوقائع للحديث